اشتركوا في القناة مسافة ألف ومئة متر الذي يقيم على مضمار باث وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد جاء فوز المهر سولدر ليونز بالمركز الأول لواصل انتصارات رياضة الفروسية وتحقيقها المراكز الأولى في مختلف السباقات كما أن هذا الانتصار الجديد يؤكد اهتمام ودعم اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة الفروسية وتطوير المنظومة الإدارية والفنية لفريق كي ايش كي ريسينج الأمر الذي ساهم في تحقيق المزيد من الانتصارات لفريق في مختلف السباقات سباقات الخيلة وأضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد إن الفوز الجديد لرياضة الفروسية البحرينية يحمل دلالات مهمة ويؤكد أن رياضة سباقات الخيل البحرينية في تطور مستمر وقادمة بقوة في مضامير السباقات وباتت رقما صعبا وتسعى دائما إلى المنافسة وتحقيق الألقاب وأعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد عن تفاوله بتحقيق فريق كي ايش كي ريسينج بقيادة اسمو الشيخ خالد بن حمد المزيد من الانتصارات في السباقات المقبلة